سباح الخير أميل سباح الخير للناس التي تسمع فينا الكل نبدأ وفقرة الأحداث المنتظرة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم تحت إشراف رئيس الهيئة فاروق بعسكر يوم دراسي حول موضوع الجرأم الانتخابية لفائدة ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بمشاركة ممثلين عن الجهات هذه وممثلين أيضا عن الولايات وذلك اليوم لربعة 29 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بنزل المرادي بالضحية الشمالية بيغامارت الجمعية الشريكة المهتمة بشأن الانتخاب على غيران شبكة مراقبون والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومارسة شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والمركز التونسي المتوسطي وجمعية شباب الحدود وغيرهم لنظم ندوى صحفية وذلك اليوم لربعة 29 نوفمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل الأفريكا بالعاصمة وين بشأن تقدم الجمعية الشريكة قراءتها لمسارة رشوحات ونتائج النزاع الانتخابي وتوقعاتها بخصوص الحملة الانتخابية المنتظرة إلى جانب قراءة في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والشباب في انتخابات المجالس المحلية اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تدعو كل مكوناتها وعموم الشعب التونسي الأحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمسؤولية أكبر وتجدد أشد وتعبئة أقوى ونتنظم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية اليوم لربعة 29 نوفمبر 2023 مظاهرة بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال من أمام وزارة السياحة في اتجاه المسرح البلدي بالعصمة ينظم ديوين الوطني للأسرة والعبران البشري بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الإخبار اليوم لربعة 29 نوفمبر 2023 يوم تحسيسي لفائدة طلبة المعهد حول العنف ضد المرأة وذلك بنزل الأفريكا وبداية من الساعة التاسعة صباحا بشي تم اليوم لربعة 29 نوفمبر 2023 تنظيم الندوة الجهوية الإفريقية للاتحاد العالمي للمدن السياحية تحت شعار آفاق تعاون سياحي جديد الصيني إفريقي وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل ديار المدينة بياسمين الحمامات هكذا نكون وكملنا فقرة الأحداث المنتظرة لليوم إن شاء الله نهاركم زين اشتركوا في القناة